السلام عليكم طلاب شلونكم شخباركم ان شاء الله هل تكونوا بخير خبرنا بخصوص عطلة غدن من الأمطار طبعا أول محافظة عطلة الدوام هي محافظة البصرة عطلة الدوام الرسمي بالمدارس يوم غدن الاثنين بسبب غزارة الأمطار وكذلك مجلس محافظة الذقار يخول مدير عام التربية بإعطاء عطلة اليوم غدن الاثنين من عدمها للمدارس التي يصعب الوصول لها يعني محافظة الذقار يعني لحد الآن مو عطلة وإنما خول المدير مع تربية الذقار يعني خول المدير تربية الذقار يعطل أو لا يعني تبقى يم مدير العام مع تربية الذقار بس لحد الآن ما نطيع أي تعطيل بالنسبة لمحافظة الذقار طبعا لحد الآن فقط محافظة البصرة عطلة الدوام وحاليا أمطار غزيرة جدا ببغداد وكذلك ببقية المحافظات وخاصة ببغداد يعني بغداد غرقت والأنواع الجوية تقول الأمطار راح تستمر إلى يوم غد الأثنين وراح تعود للصحو بعد غد الثلاثة يعني الثنين معناها غدا راح تستمر الأمطار فلازم بهيج حالة إذا استمرت الأمطار لازم يطوكم تعطيل الدوام بالنسبة لبغداد وكذلك بقية المحافظات يعني أنطار يعني دا تشتد الأمطار ببغداد بس الحد الآن يعني ماكو أي خبر بخصوص العطلة وأكو أنباء تقول بأنه راح يعطلون الدوام بكل مدارس بغداد لكن الحد الآن كخبر لإسمي ماكو هي محافظة عطل الدوام راح نزلها لكم بالغناة إن شاء الله شكرا شكرا